الرئيس السيسي يتابع خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية التعليم العالي مدى المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد حتى مسائل أحد القادم وزير الإسكان يتابع تقديم الأعمال بأحد المستشفيات بمدينة العبور اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمية واللواء خالد عبد العالي محافظة القاهرة وذلك لمتابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية المزيد في التقرير التالي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء خالد عبد العالي محافظة القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة خطط الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية في ضوء ما أصابها على مدار العقود الماضية من تراجع وتزايد للتحديات والصعوبات والمشكلات منها انتشار الأسواق العشوائية وتضرر المباني والمقابر بشدة من المياه الجوفية والتكدس المروري الأمر الذي أصبحت معه حالة المنطقة تمثل تهديدا جسيما لجزء حيوي من تاريخ مصر وتراثها العريق وباتت تستلزم رؤية متكاملة للتطوير الشامل على نحو ينهي المشكلات التي تعوق حياة المواطنين ويصون القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المنطقة لسيما ما يتعلق بربط قطاعات المنطقة بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين شبكة مساحات خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية بهدف الحفاظ على التراث بالمنطقة وتعزيزها سياحيا كما اطلع السيد الرئيس على أهم العقبات التي تعترض خطط التنفيذ ووجه بالحرص على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة مشددا على ضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية لتحقيق تطلعات المصريين نحو بناء دولة قوية ومتقدمة توفر جودة حياة مرتفعة لجميع المواطنين قرر الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونية حتى الآن تابع الدكتور عصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم موقف تقديم الأعمال بأحد المستشفيات ساعة 220 سريرا بمدينة العبور ومن المقاري أن تخدم المدينة والمدن الجديدة المجاورة بشرق القاهرة كما تابع الوزير نسبة تنفيذ مستشفى الأطفال بسهاج الجديدة مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن نفذت مستشفى أخرى وتم تسليمه لوزارة التعليم العالي لتشغيله من خلال جامعة سهاج